النهاردة طبعاً موضوع شوية سبايسي أو موضوع شائك يعني ايه فيه ناس عندها لبس ما بين ان انا بقى واضح يعني انا بقى ست واضحة وصريحة وما بين ان انا غشيمة وبقول كل حاجة تحت بند الوضوح يعني ما يبقاش لي أسراري الشخصية اللي مايفاعش حد ما يعرفهاش يعني مايفاعش حد يعرفها يعني احنا كبنات ممكن ايه اطلع كل اللي في قلبي واقول كل حاجة ان انا قول ما اتعرف واحدة احكيله حياتي كلها واحكيله مشاكل كلها لغاية ما هو جي قاعد قصادي فما يعني احنا عايزين نفرق ما بين المساحة الشخصية وان انا يبقى ليه أسرار صحية يعني ما بقاش انا مخبية مصيبة مثلا وما بين ان انا واضح لان انا لو ما قلتش كل حاجة الراجل بيتهمني بالغمود وان انا منفقة وكدابة مهم جدا ان انسان يكون واضح وصريح في الحدود المقبولة المسموحة المناسبة فيه تفاصيل لو اتكلمنا فيها ممكن تسيق للطرف الاخر او لاطراف اخرى او تسيق لي انا شخصيا وما تفيدش للاخر مثلا هنقول ان واحدة كانت متجوزة او واحد كان متجوز هل من المنطق ان يفضل يغزها باللي قبلها او هي تعود تحكيله ده انا كنت بحبه وكان بيعملي كذا وكذا وكذا وتعود نخش في مقارنات هل ده كده يبقى اسمه صراحة ولا اسمه مقارنة واستفزاز ونقض للاخر وتقليل منه واستفزاز ليه فبيستسير غيرته وبيخلي الطرف الاخر يبقى متضايق سواء كان الزوج او الزوجة اه طبيعي انا اقول انا كنت متجوز والموضوع حصل كذا 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 بشكل عام لكن في حاجات احنا تعلمنا حتى دينا بيعلمنا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوقكم ايوه ماينفعش انت كنت بتهزروا ازاي انت كنت بتدلعوا بعض ازاي كنت بتعملوا ايه مع بعض فيه تفاصيل ما لايش اي لازمة لن تفيد اي طرف بشيء لكن لو حاجة اساسية لكن مثلا ماينفعش مثلا واحد او واحدة كان مجوز ابلكد مايقولش النوع مجوز خالص اه لا مثلا او ان هو عنده ظروف معينة مايقولاش لأ مهم اول الوضوح مهم من الصراحة بما لا يدور العلاقة بما لا يدور الاخر بكمان ان ما يخليش ان انا بعد كده يبان لأ انت كنت مخبي انت بتخدعني لكن لما يبان حتى حاجة زي كده يتقال ان انا مراعاة لشعورك او مراعاة لشعورك انا بقول للحاجات الاساسية لك انا هيفدنا في ايه كنت بتهزروا ازاي كنت بتعملوا ايه كنت بتروع فين كنت بتيجوا منين كان بيعمل لي كذا كان بتعملي كذا كان بتسويلي كذا فيه ناس بتستعملها لإغازة الطرف الآخر وظننا منهم إن هم بيحفزوها أو بيحفزها إن هي تعمل كذا أو متعملش كذا وده غلق جدا